هنروح لخبر اللي هو علاقة بألعاب القوة دايماً ألعاب القوة زي ما قلت لحضراتكم في النادي الأهلي بيبقى ليها وضع تاني وشأن آخر لأن الحقيقة النادي الأهلي بيضم 80 أو 70% من أفضل لعبين ألعاب القوة في مصر وماضين عقود وبيوفر لهم رعاية وبيوفر لهم تدريب واماكن تدريبات وبيعرعهم لمنتخب مصر مصر تحصد فطبعاً لما مصر تحصد لما الأهلي بيعمل فرقة كويسة مصر بيكون نتيجتها لزي ما هقول لحضراتكم مصر تحصد 32 ميدالية في البطولة العربية لشباب ألعاب القوة طبعاً ده إنجاز كبير لمصر ولكن طبعاً أكيد النادي الأهلي كان ليه دور كبير لهذا الإنجاز بتقديم كوادر رياضية من لعبين وخلافه لمنتخبات مصر انتخبنا الوطن لشباب وشباب ألعاب القوة تحت 20 سنة حققوا 32 ميدالية في البطولة العربية القماشين وتلعبت على ملعب هيئة قناة السويس لحقيقة الملعب بشكله حلو قوي يا جماعة في الصور ملعب هيئة قناة السويس بمدينة إسماعلايا في الفترة 7 والحد 11 مايو اللي إحنا فيه بصوا النجيلة برضو لا الملعب بشكله حلو مصر جات ما بتقلش ملعب اسمه مدمار بقى بتقيق لي صح لو أنا بقوله غلط يا جماعة صلى الله حولي مصر جات في المركز الثالث في الترتيب العام برصيد الميداليات ده واللي هم 32 ميدالية جمس زي 8 دهب 13 فضة 11 برونز بفارق ذهبية وحيدة عن الجزائر طبعا الجزائر حدث ولا حرك في ألعاب القوة واللي جات في المركز الثاني برصيد 28 نقطة أما المغرف حققت برصيد 33 ميدالية في المركز الثالث بواقع 11 ميدالية دهب 9 فضة 13 برونز البطولة شهدت طبعا منافسة قوية جدا وتنظيم جيد من اتحاد القوة اتحاد ألعاب القوة برئيس الدكتور سيف شهين وعشان نعرف أكيد أكتر عن البطولة والإنجاز الحقيقة لحقق منتخب مصر بيكون معنا على التليفون كابتن مجدي عبد البديع عضو مجلس دارة اتحاد ألعاب القوة المصر أنا بيك يا كابتن حضر كابتن عامل إيه مبروك يا كابتن مجدي إنجاز يعني يحسب لمنتخب مصر الحصول على 32 ميدالية في البطولة العربية لشهد التنافس كبير بيننا وبين الجزائر والمغرب كلمنا عن البطولة واستعداداتنا كاليها إزاي يا كابتن وهل توقعتوا هذا الإنجاز قبل البطولة ولا الحقيقة الإنجاز فاجئكم يا فندم احنا بنشتغل شكل دائع شوية احنا كل حاجة طبعا بتبقى مدروسة وعارفين ساعدك اللي عابتنا هتعمل إيه طبعا أنا زماد حضرك قلت في المقدمة إن الأهلي ليه عدد كبير من اللاعبة واللعبات اللي كانوا ضمن المتخب القومي اللي هم هم بصريف النتيجة طبعا وطبعا طم في ألعاب القوة في النادي الأهلي تنم ألعاب القوة بخير نادي كبير ونادي عظيم أي مسابقة أو أي لعبة فيها النادي الأهلي في مختلف الألعاب أكيد يبقى لها بقى طويل ولا تأثير كبيرة على المنتخبات القومية طبعا أشكرك يا كابتن يعني دي شهادة نعتز بيها وده دور النادي الأهلي إن شاء الله ودعم لمنتخباتنا القومية طب كابتن كلمنا عن الأرقام يعني خلينا خش فنيا شوية في البطولة آه إحنا خدنا عدد 8 مديليات دهب ده حقيقي و13 فضة و11 برونز طيب مين ايه أبرز الأرقام اللي النهاردة تحققت واللي ممكن تكون يعني مبشر خير للفترة القادمة وحضراتي طبعا عندنا في مسبقات الماشي في ربح الدنيا ما شاء الله إحنا طالعين ومشيين بخطة سليمة واللي عدد بتاعتنا في بعض المسبقات الرامي في مختلف المسبقات المختلفة إحنا ماشيين بخطوات سليمة نعم والحمد لله يا رب أن أعيز أقول أن النتائج دي ما تحايتش إزا ما قلت من شوية أو شوية لكن جالت بتنظيم وأعداد جيد من الاتحاد المصر عبر قوة توقعتنا للمالجيات إحنا إن كده خارج ثلاث معنا في مدلي أو اثنين أنا متوقعين كنا ممكن نحصل على المركز الأول لكن طبعا الظروف فيه إصابات وفيه بعض المسابات اللي هي إحنا ما حاولناش فيها أثارت عنها في النتيجة إنما لكن لو إنت حضرتك بصت على النتيجة العامة هتلاقينا أن إحنا فرق مدليتين بيننا وبين فرق منا وبين كزاية مدليا واحدة منا وبين المغرب مدليتين فالمفروض إن الأمور المدرسة تبقى للخطة الموضوعة إن إحنا كنا حال من المركز الأول لكن المصير بتاع ربنا هو يمكن عدم توفيل بعض لعابتنا ده أثر علينا في الترتيب العامة لكن إحنا معشرة العامة للبطولة إن إحنا بنعد لعابتنا والشباب بتاعنا من المرحلة اللي جاية إنهم يكونوا نواه للفريق الكبير إن شاء الله بداء وعشرين والدرجة اللي هو بمشيط اللي يتعال كابتن أنت يعني حضرتك في قلب المطبخ طبعا بالنسبة للعاب القوة والعاب القوة هي أم الألعاب يعني هي النهاردة يعني والحمد لله إحنا لدينا برضو تاريخ كبير في هذه اللعبة شايف الجيل اللي طالع شايف السطف الثاني أو الجيل اللي إن شاء الله يحمل الرايا فلوس أنجلوس بقى خلاص إحنا باريس بقت واقع يعني باريس خلاص إحنا بنتكلم كمان ثلاث شهور فده واقع إنما بتكلم على لوس أنجلوس بعد أربع سنوات هل عندنا جيل يقدر يحل ما كان يهاب عبد الرحمن محمد مجدي اللعيب الكبار اللي حقيقة الحقاء وإنجازات كبيرة لبلدهم من نفسهم هل الصف الثاني أسامي تفتكرها دلوقتي تقدر تقولها طبعا طبعا عندنا اللعب الواعد مصطفى عبدالخالي اللعب اللي دي الأهلي أيضا هو النهاردة فوق 23 سنة وده اللي ما شاء الله تخطى حاجز الثلاثة والثمانين متله وده مؤشر بيدل على إن مصر ولادة بلعبتها والنادي الأهلي ولاد بلعبته ومدربينه وإنجازاته يعني كابتن هاب طبعا ربنا الدين الصحة طبعا أصابة اللي عنده طبعا مع الطلاق كثير عن التأهيل عن تحقيق مدليا في الأولمبيات اللي جاية لكن كل اللي قدر أقوله إن مصطفى عبدالخالي إن شاء الله في المرحلة اللي جاية هو ده اللي أنا عايز أقوله إن ده هو مفاجئ الأنبيات اللي جاية إن شاء الله ربنا يا كريمنا ينكر تأهل الأنبيات اللي جاية لكن ما وعدش بمدليا لكن أعتقد أنه يحقق نتيجة كويسة تبشر بالخيز لعب صغير لعب واعد لعب بطل بتمرق كويس فأعتقد إن هو خليفة أهب عبدالرحمن في المرحلة اللي جاية ده من ضمن المبشرات إن محمد مجد ومصطفى عمر ما زال اللي هو عندهم الكثيرة والكثير في طبعا تعالي حضرتك طبعا محمد مجد يبلعب في الأهلي مصطفى عمر في عبدالجزيرة يعني ما زال لسا أتضمهم من العمر ما يعطوه والمصر وطبعا أتمنى إن الكابتين أهاب يتغلب وربنا يشفيه في المرحلة اللي جاية يتغلب على الإصابة الموجودة معه ويحقق اللي احنا بنتمنىه طبعا إن شاء الله يتعالى ويكون عندنا بدل عب رحمن الخمسة مصطفى الجمال طبعا لعب النادي الأهلي ومنطقى مصر في المطار ده برضو لعب واقت باتمنى له التوفيق في المرحلة اللي جاية يعني في طبعا جبت من بتان تحميله طبعا لسه قدامها فترة كبيرة طبعا هو إن يا سيد دي في الملائف قدامها إن شاء الله برضو عند الحد أولمبياد إن شاء الله ده دي الخريطة الواضحة قدامي في الوقت ساعدتك بالنسبة للنساء اللي بتتحقق في مرحلة الناشئين وعند ده في القاعدة في المرحلة التالتة اللي هي مرحلة الناشئين والناشئات ده جيل مبشر بالخير وده تبقى مفاجأة في المرحلة اللي جاية بإذن الله عبد البديع عضو مجلس دارة ألعاب القوى المصري بشكرك شكرا جزيلا كل التوفير على ألعاب القوى الحقيقة ونتمنى لها التوفير لأن لو توفقنا في ألعاب القوى نتعلم